الترقب ما زال طاغيا حول متى وكيف سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني تشير تقارير عبرية إلى أن الخلافة الداخلية الإسرائيلي على الشكل والمكان فيما يقال أن هناك شبه إجماع على الرد مسؤولون إسرائيليون كاشافولي أكسيوس أنتل أبيب فكرت في شن ضربة انتقامية ضد طهران لكنها قررت التراجع وأن مجلس الحرب قرر تأجيل الهجوم ضد إيران لأسباب عملياتية في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي استعرض مجموعة من الردود بينها مهاجمة من وصفوا بأنهم وكلاء لإيران في المنطقة من دون استهداف أرض إيرانية ومن ضمن الخيارات المطروحة أيضا مشاهدين كانت تشمل شن هجوم سبراني من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مرة أخرى على أن إيران أطلعت الولايات المتحدة بشكل مسبق على العملية أقال إن بلاده لا تسعى لتصعيد التوتري في المنطقة المترجمات لل Relais للمشاهدة وشهدون المترجمات للضすごر общей شكرا